ورجعنا لكم معانا اضيفة اللي كلكم بتستنوها برحب بضيفتي طبعا سابي خبيرة الابراج ازايك يا سابي عاملة ايه ازايك يا حبيبتي عاملة ايه الحمد انت اكتر شفتي التوافق ابيض فيس والبع ايه دي اقال بحاجة حدانة انا حسابي مع الستايلست بعدين بص يا سابي بقى يعني المرة اللي فاتت ما كناش ملحقين على التليفونات الناس كلها يعني عايزة تعرف التوافق نسبة التوافق بين الابراج والحاجات بس هو المرة دي الموضوع بتاعنا كمان عن الراغي الراغي كتير طبعا بالذات يعني على طول يتهموا ستات ان هما بيموتوا في الراغي وخصوصا لو نزل عروض جديدة على الباقة فمدينهم دايق مجانية فبيحب يرغوا اكتر اه فلازم يستغلوا الاخر دقيقة يعني ممكن تكلم واحدة قطع معها بقالها 3 سنين علشان خاطر بس يعني تستغل الموقف بتاع الدايق اللي معاها وكده لا هو ما فيش حاجة اسمها برج بيرغي وبرغي برج مش بيرغي هو في حاجة اسمها واحدة عندها مشاكل فعايزة تتكلم مع حد عشان يفيدها وستات معروفة بالنهية ممكن تحكي الرجالة ممكن تكتم شوية او تسكت شوية الستات معروفين بانه هما لو تحكيليك ادق التفاصيل اه لا ما هي بقى الفراغ بقى موجود بقى اه والاولاد راحوا لمدرسة وجوزها في الشغل فهتعمل ايه لازم تطلع طاقة بس هو دايما يتهموا الستات ان هما بالذات بيرغوا اكتر لا هما يعني خلينا نقول ان الست يعني ربة البيت غير اللي بتشتغل يعني دي غير دي لان اللي بتشتغل مش يبقى عندها وقت انها ترجل اوكي لكن اللي قعدة في البيت والله يا حبيبتي بيقعدوا مع بعض في الشغل يرغوا وياكلوا دماغنا اوكي لو ما عندها الشغل او لكن لو عندها شغل اوكي هتلاقيها الوقت عندها دايق مش فضية يا عدوبك بتخلص الشغل وبتجري عشان تروح عشان تعمل الاكل لكن اللي هي اللي عندها ما عندها الشغل وهي في الشغل هتلاقيهم بيرغوا او سابي التليفونات بتادي تشتغل ومعنى دلوقتش مصطفى من السويس يا مصطفى ازايك الحمد لله هو قال ايه يا حبيبي يا ابني اسم الله عليك عامل ايه انت في سنة كم يا مصطفى انا بحبك جدا وبحب تمثلك من زي بيت العيلة يا حبيبي اوه انا بحب بيت العيلة اوين انت عندك كم سنة يا مصطفى انا عند 14 سنة يا حبيب قلبي انت فاتلت اعدادي تقريبا انا كان نفس اكلم حبيبتك من بدل يا انت يعني ربنا يخليك يا مصطفى انا مبسوطة قوي ان اسمعت صوتك يعني انا من وانا عندي ست سنة انا عايز اكلم حبيبتك ست سنين مش بعيد بالنسبة لان عندك 14 سنة مش هازع لي حبيبي انا مبسوطة قوي يا مصطفى انت كلمتنا انت برج ايه انا برج السرطان شهر سبعة شهر سبعة عايز تسأل سابي على حاجة في البرج بتاعك كم سبعة لا انا هسأل عن اختي طيب اختك ايه تاريخ ملادها واحد عشرة اه الف تعمية ارداد سين ماشي هو سوانطوطة وخالص با هو السنة مش فرق اكتير شكرا يا مصطفى يا حبيبي واحد عشرة برج الميزان شخصيتها قوية جدا جدا طول الوقت اكيد هتبقى بتدي له اردر بس هي حنينها على اخوتها او على اهلها اصدصون والفترة اللي فاتت دي كانت عندها مش لطيفة ليه بقى يا حبيبي من شهر حداشر يعني في ايام بتبقى الابراج الامور ماشية عندهم والحياة سهلة وكل حاجة سهلة وماشية وفي ايام بتبقى ضد البرج دوت يعني طول الوقت الميزان مش شهر حداشر مش طول الوقت يعني خلينا نقول من شهر حداشر السنة اللي فاتت او وهي في توطر في انفصال مع عشان كده مصطفى يا حبيبي بيسألها والله فيك الخير يا مصطفى برج الميزان من الابراج الشخصيات القوية جدا اللي بتحب تبقى هي بتبقى ليدر اوكي او بس عندها مشكلة ان هي ما بتعرفش بتحسبها يعني بتحسب كل حاجة طول ما قاعدها بتختب بتحسب بقى لازم توزن الامور طول الوقت اا بس هو مش وديع اللي انتجيالي النهار ده بقى ده حد مسلطتك بيقولوا على برج الميزان ان هو مثلا بيوازن الامور بس مش كلهم كده يعني مش دايما هو الحمل مش موضوع مش وديع انا اقولك الحمل الحمل الحقيقته عنده يبيض يسود بالزبط المنطقة الرماديية دي مش موجودة فو صريح بالزبط كده لكن قصدي اقول ان مش دايما يعني مثلا اللي عقرب رجل العقرب مش عقرب فدايما بياخدوا معنى البرج إن هو كده الأسد مش أسد كده يعني معتصم المعيد بتاع البرنامج مأثر فيه موضوع برج العقرب وبعدين هنبقى نتكلم معتصم عن برج العقرب أكتر من كده معنا نادر من طنطا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايك يا نادر الحمد لله حاطتك 22-11 22-11 22-11 طيب ماشي عايز تسأل عن صفات البرج يعني آه عن صفات البرج وبالنسبة للعمل وكده هو أنت متجوز يا نادر أيوة طيب صوتك زعلان ليه هبيقول أيوة لا 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 لحمد الله طيب الحمد لله على كل حال عايز تسأل طبعا برج المدام ولا هو برجك بس ماشي برج المدام 6-4 دي حمل ماشي شكرا يا نادر هو 22-12 هو ياخد من الكوس أكتر هو اليوم اللي ما بين العقرب والكوس بس هو ياخد من الكوس اكتر لان هي حمل دايما رجل الكوس هتلاقيه دايما بيقابل ست الحمل وست الاسد كتير هو بقاله يعني هو بقاله فترة الدنيا عنده يعني مشى بهدوء يا حبيبي هو سطز عليك يعني ممكن تكون هي المزع عليها على فكرة انتي ليه متحملة على الحمل لا والله ابدا بصي مش كل الحمل مش كل الحمل بس خلينا نقول لما يبقى راجل الكوس موجود مع ست حمل هي شخصيتها قوية لا مش شخصيتها قوية في ست حمل شخصيتها قوية بتحب يبقى كل حاجة صح وهي بتعرف تدير فعلا وبتعرف تقود فعلا اوكي لان هي عندها قدرات هي مشكلة الحمل لنعيد كل حاجة مظبوط اه اوكي لكن محدش فينا بيشوف نفسه يعني ممكن انتي يعني لازم تكون الناس اللي حواليك اللي بتتعامل معك بتحبك علشان تعرف ان انتي بتخافي عليها فعلا لان انتي طول الوقت بتفكر الناس يعني مثلا برج الحمل طول الوقت تلاقيه فاكر كل حاجة وعمال يراجع على اللي حواليه واللي بيحبهم اعمل كذا اذا ما تنساش كذا مش عارف ايه ففيه ناس كتير ما بتحبش الطريقة دي اوكي فهو من الابراج اللي ما بتحبش الطريقة دي او هو يعني حد عاطفي هي شخصيتها قوية وخصا برضو هرجع واقول ان الست لما بتكون شخصيتها قوية والراجل شخصيته اضعف شوية اوكي بيبقى فيه فجوة اوكي طيب برضو معنا ايهاب من السويس ازايك يا ايهاب ازاي كيفان؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه عاية انا عبراتي قدعي انت ايه؟ انا بتحباتي الاثناشر وهي يا حبيبتي يا بنتي ما الحيناش نعرفه هي ايه؟ ده واحد مش واحد هو تسعتاشر اتناشر طب خلص نقول له صفات برجه بقى وكان عايز اسأل عن التوافق تقريبا تسعتاشر اتناشر هو الاخر اخر تيام في الكوس اوكي هو كوس جدي اه برضو برج الكوس في الرجالة اطيب من برج الكوس في الستات اوكي برج الكوس في الرجالة بتحس ان هو طيب عاطفي حد قديم شوية اه هادي رتمه بطيء اوه بس بقولهم ان هم برج الكوس الفترة دي في الرجالة اوكي الفترة دي عندهم مش حلوة اوه عشان داخلين على برج الحمل اوه فلما بيجي البرج ناري تاني وهما داخلين عليه بيأثر عليهم نفسيا فبتبقى الأمور عندهم مش لطيفة يعني مرجو الكوز في الرجالة مش في الستات عندهم من فصار الفترة دي طيب ربنا يستر مونة من المنوفية ألو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك أنا مواليد واحد خمسة هجي قوي يا مونة خمسة وعشرين تمانية ده مين انت عايز تعرف التوافق بتاع برجك مع خمسة وعشرين تمانية طيب انت متزوجة يا مونة مش عارفهم مونة حزينة قوي يا حبيبتي مال عليها طيب هي واحد خمسة وعايزة تعرف مع خمسة وعشرين تمانية هو أسد عزراء طبعا هي عيني طلع عينها مع العزراء لأن رجل العزراء من الأبراج المتعبة وبعدين هو أسد عزراء أول عشر تيام في العزراء العزراء في الرجالة متنصحيش بيه مطعب مطعب يعني وهي برج التور برج التور في الست عينة دي صح لا عينة دية وهي برضو يبيض يسود يعني بتحب كل حاجة تبقى واضحة ورجل العزراء مش واضح هو عنده رد جاهز على أي كتبة وأي حاجة بيعملها وبيحللها لنفسه يا حبيبتي تريها ستعاية يعني وكمان برج العزراء الفترة دي هم مش عارفين هم عايزين إيه مين دون برج العزراء أوكي ماشي يعني نتجنب برج العزراء شوية الفترة دي يعني هي بالآخر عارفة المساة اللي بيقولك بتنفخي في قربة مخرومة هي بتاعمك يا حبيبتي طيب معنا أسماء من القاهرة أسماء ألو يا خلاصي ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلامة وحبت الله بركاته أنت صوتك صغنا يا أسماء بس أنت عندك كم سنة؟ أنا عندي أربعة بشر سنة يا روحي أنت شماش الله جمهور الأطفال النهار ده ماشي يا أسماء عايز سألي عن إيه يا حبيبتي؟ أنا كنت عايز أسألي عن برجي برجك إيه قوليلي؟ أسماء؟ آآ تمانية تمانية طيب يا حبيبتي ماشي شكرا يا أسماء هي برج الأسد برج الأسد بيبقى دايما سابق سنه شوية زكية أنت برج الأسد يا سيبي بس هي دايما يعني برج الأسد الأبراج النارية يعني دايما منه هم صغيرين أكبر من سنه يعني بتحيس أنه هم أكبر من سنهم دي حاجة كويسة ولا داي يعني يخليهم يتعبوا في حياتهم؟ هم بيتعب الشخص ذات نفسه بيتعب آآ لكن في الحياة بتبقى حلوة لأنه بيبقى مدرك بكل حاجة وفهم كل حاجة حواليه ما بيضحكش عليه يعني لازم يضحك عليه ما فيش حد ما بيضحكش عليه بس يعني الأبراج النارية فيها ميزة نهاية لما بتغلط غلطة ما بتكررهاش آآ ما بتعرفش القرارة أو هي مش حقل تجارب لأ ما هو الأحسن الإنسان لما يغلط الغلطة ما يكررهاش لأ ده في ناس آآ برج السرطان في الراجل وبرج الدل وبرج الكوس بيحب الغلطة ولا؟ ده هو بيغلط الغلطة وعايش عليها يعني وكل مرة يقولك مش قصدي طيب معنا محمود من السويس طيب إزايك يا محمود؟ تمام الحمد لله الحمد لله عايز تسأل على إيه محمود؟ على البرج التعامي طيب أنت برجك إيه؟ أنا بقولك الموالد بس واحد وتسعين أنا مش سامعة اليوم والشهر محمود انت تفتح التلفزيون وطيه شوية نعم كده كويس؟ آآ يا حبيب كويس آآ أنا مولد واحد وتسعين واحد وتسعين واحد وتسعين واحد وتسعين لا ما احنا مش عايزين نسا عايزين اليوم والشهر طيب يا حبيبي محمود بخط قطع لي طيب هو موليد تسعينين فهتقول له اي حاجة واحد ودسعين هقول له اي يعني راضي عشان حق المكالمة هو قال واحد مايو ولا واحد اتنين هو قال سنة واحد ودسعين تنصحك حاجة معينة لا اقول له ذكر هاي بتقول لك ذكر يا محمود ماشي يا حبيبتي طيب احنا برضو معنا ناس بعتولنا على الصفحة بتاعتنا انا مش عارفة اقول اسامي ولا لا لأ لان هي البنوتة بتقول انا وحبيبي ده ما اطلع اغنية بس ايه علشان خاطر برضو ما نعملش مشاكل للناس هي خمستاشر تلاتة وهو واحد تسعة هي خمستاشر تلاتة برج الحوت بس هي اخر عشر تيام فتاخد من الحمل شوية برج الحوت في الستات بيبقوا او في البنات يعني بيبقوا عاطفيين جدا عايشين للحب وبس انا صاحبتش برج الحوت مشا بتحب على نفسها اه يعني ويحصلوهم مشاكل ويخنوهم ويلجعوهم ويتعبوهم تتخان كتير او اه وبردو هي يعني قعد عشان هي بتحب دس اه لا بس مش بتحب تتخان لا هي ما بش متبقاش عايزة كده بس هي حملت اسية يا حبيبتي طيب معنا مونة من القاهرة هلو سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا مونة ازاي حضرتك الحمدلله حبيبت لو سمحتي انا موليبي 212 86 وجوزي 512 83 ففي توصر بنا دايما يعني عايزة اعرف برسي جوزك 612 لا جوزي 512 او وانت 28 وانا 22 86 طب بتشتغلي يا مونة ولا عادة في البيت لا لا انا عادة في البيت طيب يا حبيبتي خلاص هنعرف لك دلوقتي بسي هما هي شخصيتها اقوى منه اوكي هي شخصيتها اقوى منه هو زكي بس كاتوم هما الاتنين نفس البرج اه وانا دايما بقول برضو وقلني قبل كده كتير ان مش مش مستحب ان الشخصين يتجوزوا يبقوا مبرجه بواحد يعني مثلا لو واحدة عريس جاي لبنتها ولقاتوا من نفس البرج بتاع بنتها هقولك لان في الابراج ها تقوله سيب علبة الشوكولاتة ويمشي هقولك في معظم الابراج هتلاقي ابراج الست اقوى من الراجل او الراجل اقوى من الست طب لما برجين يعني نفس البرج قصدي تقابلوا مع بعض الشخصين بيحصل مشاكل لان ما بيبقوا في حاجات بتبقى مشتركة ما بينهم وبيحصل مشاكل لان هما مثلا دايما الصفات المشتركة زي العند اه 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 الزكاء في حاجات بتبقى عوامل مشتركة ما بين الراجل والست في الابراج بيتحدوا بعض طيب معنا اشرف من الاليوبية وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا اشرف الحمد لله اه خمسة واحد انت خمسة واحد عايز اسقل على الصفاتش يعني انت مستعجل ليه اشرف شكرا يا اشرف هو خمسة واحد برج الجدي هو برج الجدي عنده انتقال من مكان لمكان ما شكله مستعجل عايزي الحقي يعني هو عنده اخر السنة الفتة او اول السنة دي اتنقل من حتة الحتة يا اما عمليا يا اما بيت شغل يعني اولزان شغل يا اما بيت اوكي وعنده الفترة اللي جاية عنده حلوة وعنده ارتباط جديد لان هو خارج من حياة قديمة خارج من حياة قديمة الحياة جديدة اوكي فبرج الجدي للرجالة السنة دي عندهم افضل من الستات الستات لسه الدنيا ماشية بطيئة اوي عندهم لسه بعد شهر تسعة الدنيا هتبطي تثبت عندهم لكن بالنسبة للراجل الدنيا ماشية يعني الدنيا زريفة عنده واسرعة من الستات طب كويس كويس معنا ام احمد من القاهرة الو لو سمحت ممكن نسأل على برج بنتي 25 خمسة طب نتطمن عليكي وعلى احمد الاول عاملة ايه الحمد لله الحمد لله ماشي انت كم قلت يا حبيبتي يا ريتنا يا ريتنا ما تطمننا 25 خمسة 25 خمسة سمعتيها طب الحمد لله هي برج هي قلت بنتها صح كده هي برج الجوزاء برج الجوزاء الفترة اللي فاتت دي كانت متوتر جدا يعني كانت الدنيا زبطت عنده في اخر اتنين وجيه الاسبوعين اللي فاتوا دول كانت الدنيا قفلة عندهم جامل جدا جدا بقالهم دلوقتي مفيش يومين تلاتة الدنيا بتدت تثبت عندهم احسن من الاول والفترة اللي جاية هتبقى احسن عندهم بكتير وعندهم برج الجوزاء عنده ارتباط جديد السنة دي ارتباط جديد وشغل جديد عنده يعني هو خارج من حياة قديمة بدهراه يعني مدي ضهره لحياة قديمة كلها الفترة اللي فاتت لانه هو كان بقاله سنتين يعني طالع عينه داخل على حياة جديدة بكل حاجة فيها فعلا جديد طيب يعني ربنا يكرمهم ان شاء الله السنة دي بقى احنا هناخد فاصل وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع سابي ورجعنا لكم تحية طيبة وبعد مع خبيرة الابراج سابي ولسه بنستقبل تليفوناتكو واسئلتكو على صفحة البرنامج معنا نورهان من بورسعيد نورهان ازايك يا نورهان الحمد لله الحمد لله انت عايز تسألي عن ايه يا نورهان عن بورجي 229 و 91 يا حبيبتي طيب 229 عايز تسألي عن الصفات مش عايز تسألي عن طوفق ولا حيب انا خطيبي 156 او 28 28 عاملين ايه مع بعدي نورهان مشاكل حاليا بدي مشاكل شوية يا حبيبتي ان شاء الله يعني ربنا ما يجب مشاكل طيب ممكن اختي اهتيها علو ممكن اختي اه هي فين اه انت لها تقولي طيب يا حبيبتي كام اختك اه تلاتة اتناشر اه تلاتة اتناشر طيب اخطوبة اه لا هي منفصلة يا حبيبتي يا بنتي حواضر ماشي انتو عندكو مشاكل واضح يا حبيبتي ماشي يا نورهان شكرا طيب نورهان 22-9 وخطيبة 15-6 22-9 هي عزراء هي ميزان اوكي هي الايام اللي ما بين العزراء والميزان اوكي او او وبعدين هي فعلا الفترة الاخيرة دي قلت لسه بقول من شوية برج الميزان عنده شوية مشاكل او وخطيبة كان كام 15-6 خمستاشر ستة هو برج الجوزاء بس اخر عشرة ينفق الجوزاء ياخد مسرطان شوية او او هو دلوقتي مركز في شغله اكتر عشان كده هي زعلانة وبتقول في مشاكل لا هو فعلا في مشاكل ما بينهم وفي انفسار كمان هينفصلوا اه طب بحلقي على الشبكة يا نورهان ووفروا الهدايا بخلين على مناسبة وايام مفترجة طيب معنا اشرف من الغردقة طب هالجرفاني ازايك يا اشرف وعمل ايه الحمد لله تمام الحمد لله الجو عندكو حلو في الغردقة حر موت الحمد لله يا رب دايما مينش يا عايزة سأل عمبوردي 18-5 انا مكتوب في البطاقة 18-5 والفعلي 10-5 نعايزين الفعلي والدوكتي 6-6 البطاقة تبع انتشر خمسة وانت عشرة خمسة يعني سجلوك بعجها باسبوع ماشي عايز اسقل عمطور والدوكتي 6-6 6-6 ماشي شكرا هو عشرة خمسة اولاش دعب اللي في البطاقة عشرة خمسة هو بورج التور اوكي بورج التور كان بقاله سنقتين الدنيا مش لطيفة معه وبتدها الفترة دي تبقى احسن كويس ده المشاكل اللي عنده كلها الفترة دي لغاية 18-6 هلاقيها بتتحلل وحدها اوه هتلاقيه مدخل في حياته الفترة دية ناس جديدة اوكي عنده شغل جديد وشغل دوت هيتطور لأعلى وهيعلى يا مساهل يا رب لانه هو حد زكي لكن راته ستة ستة بين جوزاء فيه بينهم شوية مشاكل ما هو رغم انه قاعد في الغرداء والجو حلوة صوته مش مبسوط ستة جوزاء من الستات لشخصيتها قوية دايما بيبقى فيها عندها رولز فبتبقى عايزة كل حاجة في مكانها اوه يا حبيبي يمكن يعني الدنيا ما بتديش كل حاجة ونجح في الشغل فعنده مشاكل في البيت اوه يعني مفيش وفاق دايما ما بين الجوزاء والطور اوه لكن هي برج الجوزاء عندها برضو الفترة اللي جاية ديت انتقال من مكان لمكان يبقى هينفصلوا يعني ولا ايه لا قدر الله والله يبصي هو برج التور عنده حياة جديدة من كل حاجة اوه وبرضو ستة الجوزاء الفترة ديت من بعد شهر ستة اللي جاي ده عندها حياة جديدة في كل حاجة طيب ربنا يستر بقى اوه طيب مونة من الجيزة ازايك يا مونة ازايك عامل ايه الحمدلله يا حبيبتي عامل ايه الجيزة زحمة اوي اوي ايه والله يكون فعونك ايه انا ستة وعشرين خمسة ستة وعشرين خمسة وخطيبك ايه ستة وعشرين خمسة وخطيبك تلاتتة وتلاتتة تلاتة بيشتغل ايه يا حبيبتي بيشتغل في مطعب طيب عمتا هو سؤال ملوش علاقة بالموضوع هو مجرد درداشة عادية شكرا يا حبيبتيMic هيا تسعة وعشرين خمسة وهو تمنتاشهر ثلاثة تسعة وعشرين خمسة برضو جوزاء بس هي تور جوزاء دي اهدى شوية لا هو بين على سوقها برضي الجوزاء اللي في شهره خمسة اه بيبقوا اهدى شوية من الجوزاء الليفي اللي في اللي هما الجوذاء جوزاء جوزاءي يعني اوكي اوكي وهو كام طمنتاشر ثلاتة طمنتاشر ثلاتة هو حوت هو يعيني بقاله 3 سنين الدنيا مش ضريفة معاه خاص وكل المشاكل اللي عنده هتتحل السنة دي من شهر 3 لشهر 7 وبعد شهر 7 الدنيا هتبقى قلطف عنده بكتير يارب استحمليه بقى يا مونة وبعدين خلينا نقول ان كل الابراج الفترة ديت معظم الابراج بالنسبة 90% كلهم خارجين من حياة قديمة ودخلين حياة جديدة طيب معنا امو حبيبة من القاهرة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازايك يا امو حبيبة عاوز اسأل لا يسلمي عاوز اسأل عن برجي انا واحد تسعة وعندي مشاكل كتيرة يا حبيبتي معلش مشاكل مع من بالزبط يا امو حبيبة مع زوجي طب انت عارفة برجه ايه لا مش عارفة واضح كمان مش فاكرين تواريخ ملاد بعض طيب مش يا امو حبيبة شكرا هو يعني ايه واضح كمان هما مش فاكرين واضح انت بتهدي نفوس مش كويس كويس يعني ان هما مركزين مع حبيبة ابيا واحد تسعة واحد تسعة هي برج العزراء او ستاتة العزراء حياتهم بيبقوا غدين كل حاجة حمالة اسية بيين عليها بتيجي على نفسها عشان ترضي اللي حواليها بس في الاخر برضو ما بيعجبش اوكي وهنفذ وبتيجي عند الفعل بتلاقيها ما بتعملش يعني بشامعة بتحترق من اجل الاخرين هي بتستحمل بس هي غلط لان هي برضو خلينا نقول ان مش كل الناس اللي بيستحملو يعني 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 مش كل الناس بتقدر كمان يعني بالضبط بالضبط انت بتعملي كده مع مين هل هو مقدر ده او هي مقدرة ده فهي اللي بتعمل كده في نفسها يعني فيه ابراج هتلاقيها مثلا بتستحمل وهي مهما تعملي هي هي كدهات مش تتغير لكن برج العزراء هي ستة زكية بس هي زكية لغيرها مش اللي هاي حبيبتي طيب نروح بقى للصعيد ومعنا بسمة من قسيوت السلام عليكم وعليكم السلام ازايك يا بسمة الله يسلمك الحمد لله بيا حضرتك الحمد لله حبيبتي انا بحبك جدا انا فكرة يا ربي خليك يا بسمة او انا بحب السعيد كله والله سو بني كريمك انا كنت عايزة اسألك الله يخليك يا بلا يخليك ده شرف لنا سألي على برج على برجي انا خمسة ستة وزوجي عشرة ثمانية طيب متجاوزين بقى لكم كتير او كتير خالد طيب يا حبيبتي ماشي شكرا يا بسمة هي خمسة ستة هو عشرة ثمانية هي خمسة ستة بقول لها يعني تهدى شوية لان هي نفسيا الفترة دي مش مزبوطة او يعني من شهر اتناشر وهي الدنيا عندها مش لطيفة وحاسة ان هي مش مفيش حاجة بتكمل مفيش حاجة زبطة عندها فبقول لها لأ الدنيا بس هي بتقول متجاوزين بقى لهم كتير يعني ما شاء الله برضو اوكي ماشي بس خلينا اقول ان كل الناس يعني مش المتجاوزين بس الاخوات والاب والام يعني الاب والام مع اولادهم مفيش حد بيبقى طول الوقت مرتاح اكيد بيبقى فيش شوية مشاكل طيب هو جزء عشرة ثمانية عشرة ثمانية الدنيا عنده زبطة يعني الدنيا عنده الفترة دي هتبتدي تثبت وعنده طلوع وعنده شغل جديد وعنده كذا عرض الحياة بالنسبة له هو مركز في شغله اكتر برضو فست الجوزاء لما بتكون مثلا متجاوزة او هي في بيت اهلها مع اخواتها ولما بتلاقي نفسها اللي معاها فيه طلوع وبيطلع وهي وقفة زي ما هي بتبقى متضايقة فبتتخاني او بتبقى اثر في نفسيتها ممكن تحس انها مهملة شوية اه لا بالزبط كده طب وخصا ان هي بتحب شخصيتها بتبقى عايزة حد يهتمي بيها بزيادة عن اللزوم يعني تمام معنا مريم من اسكندرية حالو مساء الخير مساء النور زيك يا مريم الحمد لله كويتها زي خبرتك الحمد لله حبيبتي الجو حلو عندكو في اسكندرية دلوقت اه تمام زي الفل والبحر الجميل الله اسكندرية جميلة طبعا عايزة تسألي على ايه اه عايزة اسأل على برجة واحد وعشرين ستة سبعة وثمانين اه التوافق في الفين وثبعتاشر والعمل وهل فيها يبقى ارتباط ولا لأ يا حبيبتي انت سنجل وومن انا في سنجل اه انت مش مرتبطة يعني اه مازلت انسة اه مازلت انسة اه لا ربنا يكرمك عن قريب ان شاء الله يبقى في ارتباط ماشي شكرا يا مريومة هي كم هي واحد وعشرين ستة سنة سبعة وثمانين اوكي واحد وعشرين ستة هي اليوم اللي ما بين الجوزاء والسرطان اوكي دايما الايام اللي هي ما بين البرجين ديت اللي هو اه اه عشرين وواحد وعشرين واثنين وعشرين دي بيبقى صعبة يعني دايما عندهم لو في حاجة مش حلوة في الجوزاء اه بتخوء يعني بتجيلها اوكي وتيجي مثلا السرطان تلاقيهم لوشها مع السرطان تاخد منه بردو الحاجات فبت دايما معظم الوقت عندها في لغبطة وفي عدم وفاق او تحس ان هي بتتأخر في حاجات او الامور عندها مززبطة زي ناس تانية فطبعا هي عشان بتشغل دمخها كتير جدا وبتوقع تفكر في كده هو فبتبقى نفسيتها تعبانة لان هي حد حساس جدا طب فيه ارتباط السنة دي عايزة اقولها ان بعد شهر خمسة الدنيا تبطي تثبت عندها يعني اعترتبط اه النص الاخير من السنة يعني خليها نقول مثلا من من بعد اخر السيف يعني من تسعة كده هو يا مساحب بقى تعزمي يا مريا ما تنتيش لكن خلينا نقول من بعد شهر خمسة الدنيا تبطي تثبت عندها ان شاء الله ماشي لسا مكملين مع اسكندرية معنا وسام من اسكندرية قالو مساء الخير مساء النور ازايك يا وسام الحمد لله تمام الحمد لله لانت محسن كنت عايزة اسأل انا تاريخ مليدي تلاتاشر تسعة ثلاثة وتمانين وجوزي اتنين اتنين تلاتة وتمانين برضو طيب بقى لكوا قدامت جوزين يا وسام اه هو احنا بقالنا يعني قول مستة اربع سنين بس احنا يعني عشرة من ايام المدرسة بس هو مساكل رهيبة كنت عايزة اعرف في ايه بالضبط اه المشاكل بقى لها قد ايه هي كم هي هي حبيبتي تلاتاشر تسعة وهو اتنين اتنين بس في مشاكل الفترة دي ايه بقى السعب ده في مشاكل عندها من شهر احداشر السنة اللي فاتت اه واضح اه المشاكل ابتدت عندهم من شهر اتنين السنة اللي فاتت اه وهو كان بقى له فترة عنده مشاكل في الشغل وداخل في شغل جديد فما هتلقيه مركز اكتر في الشغل اوكي اه وهي متلغبطة هي هي يعني خلينا نقول ان ساعات لما دي مش ايامك وانت تبقى متلغبطة اه اي حاجة بتحصل حواليك بتبقى انت وقدها بزيادة اه حساسة زيادة عن اللي زوم يعني اه او انت لو هي حاجة صغيرة انت مش هتشوف فيها صغيرة هتشوف فيها ان هي كبيرة اه وتبقى حساسة اكتر اوكي فانا بقول لها لأ يعني مبلاش تسيب نفسها اوكي طالما هما بتقول ان هي قصة حب من هما صغيرين فحافظي على دوت فبلاش تبصي غياري الزاوية بتاعتك او متقدش كل حاجة بحساسية جديدة يعني لان الفترة دي للميزان ست الميزان دي مش ايامك طيب تصبر بقى وتتقنى فهتلاقي عندها الدنيا مخنوقة والدنيا مش ماشية فبقول لها لما تفقري في حاجة اعملي عكسة اعملي عكس اللي بتفقري فيه يا وسام طيب لسه برضو مستمرين من اسكندرية ومعنا حبيبة ازايك يا حبيبة الحمد لله عندك كم سنة يا حبيبة اي عشر حداتر يا روح قلبي طيب وانت عندك مشاكل ولا ايه ايه ده برج الطفولة ده انت ايه تاريخ ملادك كام واحد وعشرين خمسة يا روحي طب ميش شكرا يا حبيبة اه دي كده عايزة تطمن على الامتحانات اه كان هي واحد وعشرين خمسة اه هي اليوم اللي ما بين التور والجوزاء دي زكاية جدا على فكرة يا حبيبة يعني هي طور وجوزاء وطبعا ستة طور وستة جوزاء من البلات الانسكية جدا يعني بنت ذحيحة وبتذاكره هي عارفة هي عايزة ايه تمام اوكي وهي حتى تحس ان هي سبقى سنها كل حاجة بتسأل ما ينفعش حد يعملها بطريقة مش لطيفة على انها طفة صغيرة اه بالضبط هي كبيرة حتى وهي بتتكلم بتتكلم على ان هي كبيرة وزكية ولماحة جدا جدا بقول لها ان شاء الله السنة دي عندها حلوة جدا يعني طيب ان شاء الله بقى مجموع حلو كده بإذن الله بصي برضو كان فيه اسئلة كتير جات لنا على الصفحة بتاعتنا على الفيسبوك عبدالله احمد عايز يعرف صفات شخصية البرج بتاعه 17-11 17-11 هو عقرب كوس يعني هو برج العقرب بس عشان ده اخر 10 ايام فاخد من الكوس هو حد عطيفي جدا والفترة اللي فاتكت عنده مش حلوة من شهر 11-12 يعني لغاية 15 تاعتكت الدنيا مش لطيفة عنده الدنيا بتاعتكت تهدى عنده نواع ما والأيام اللي جاية عنده احلى طبي يا مساعدة والفترة اللي جاية كمان عملية الدنيا احسن بس هو كان عنده مشكلة في موضوع فيه فلوس نصب عليه ولا ايه؟ لا يعني الدنيا ما كانتش لطيفة عنده في المديات الفترة اللي جاية عنده هتبقى الدنيا احلى إن شاء الله طيب معنا أمان من الفيوم أزيك يا إيمان علي صوتك الحمد لك ويسا ممكن أعرف البرج أقول لنا تاريخ الميلاد كده أنا 6-1 وجندي 6-8 6-1 و 6-8 ماشي انت صوتك زعلان ولا إي يا إيمان ده عندها مش لطيفة طيب يا حبيبتي هتتغدوا إيه النهاردة طيب خلاص ماشي 6-1 برج الجدي بنات الجدي أو ستات الجدي طيبين جدا وعاطفيين بس عندهم مشكلة دايما يدخلوا نفسيهم في اللي ملهمش فيه ويلبسوا في حيطة معينا ما رديش تقوليها يتغدوا إيه هي مشكلتها إن هي حد جدع وطيب وحملت أسية بس تفكيرها دايما حلوة غيرها قوي وتيجي لنفسها ما تعرش تفكر يعني لما بتبقى في مشكلة عندها الدنيا عندها بتتلغبط وخصصا كمان إن الفترة دي مش أيامها فبقول لها إن هي يعني الدنيا عندها ماشية ببطء خالص لغاية شهر 9 فبقول لها ما تاخدش أي قرارة لغاية شهر 9 ده كتير قوي بلاش تعند ده كتير لحاجة تعند عشان الأيام ضدها طيب بقول لها إن الفترة اللي جاية ديت عندها تحاول تخلي بالها من نفسها صحية يعني تعتبر السناجي كلها كده مش موجود آه للأسف بس هي اللي عم كده في نفسها لأن هي تفكرها هي بتعند على حساب نفسها آه طيب معنا أميرة من القاهرة آلو إزايك يا أميرة الحمد لله تمامي الحمد لله حبيبتي آه أنت بتدريسي لسه يا أميرة آه أنا في تلتع داتي يا روحي أنت 14 سنة برض آه طيب عايزة تسألي على إيه 24-8 24-8 عملت يقف نتيجة نص السنة أو الحمد لله آه آه لا تشدي بقى تشدي حلك في نص التاني بإذن الله ماشي يا حبيبتي 24-8 24-8 هي أول عشر تيام في العزراء بس تاخد من الأسد شوية آه دي بتذاكر أميرة ولا آه 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 سوري يعني هي بتذاكر مبتاهة آه هي حد زكي أوكي حد عارف هو عايز إيه بتعمل إيه بس خلينا نقول إن هي نجماية خفيف من الناس اللي بت آه يعني نجماية خفيف لما بتبقى زكية أو حد آه يعني بتقعد تقول أنا أنا شطرة أنا جبت مجموعة في حتة فلانية أو أنا مش عارفة إيه آه بيتقرع عليها آه بتقوم الدنيا عندها مش مزبطة آه لا بقى يا أميرة داري على شمعيتك تقيدي يا حبيبتي عشان النظرة صعبة طيب أمعنا أموحمد من القاهرة آلو آلو إزايك يا أموحمد آلو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحتي أنا عايزة أشوف لبنتي أعرف لبنتي عشرين ساعة تسعة خمسة واحدة تمانين بنتي كيل تسعة خمسة واحدة تمانين أيوة طيب ماشي شكرا يا أموحمد تسعة خمسة هي برج الطور آه بنتها عنادية جدا عنادية وسطها من دمخة وهي كان من فترة يعني كان في حد في حياتها يعني نحل لأموحمد تشد على البنت شوية لا هي ما بيجيش بكده هي في الآخر برج ستة الطور بتعمل في دمخة حتى لو هي فين ومع مين وبتعملين طب تتصرف معها ازاي لا أنا بقول لها أنا بقول لكل ستات الطور وبنات الطور أوكي لازم تتغيروا يعني حتى كل صحابي اللي برج الطور ده مما بقعد معهم بقول لهم لازم تتغيروا لما تفكروا في حاجة عاملوا عكسها لأن برج الطور السنادي حلو للراجل مش للستة يعني هو البرج كله حلو بس لو جينا بقصينا بدماغل ستة وبدماغل الراجل الراجل زاكي في الطور بيعرف يعمل أبديته بيغير من نفسه وبيطور من نفسه ستة الطور عنادية وبتلاقيها عملة زي الصعيدة كده متسلطة ووقفة مكانها وهي اللي صح يعني بصرف النظر هو طبعا مع احترامنا للصعيدة وكده هم طبعا ناس دماغلها حلو جدا أصد يقول أن هم فيها عندهم أه طبعا أنا سعدية حضرت عايز أقول لك أن هم يعني أصد يقول أن هم يعني أصد يقول أن هم عند ساعات ما بينفعش البناء ده يعني أو مش هيفيدوا بحاجة فأحسن حل لازم يتغيروا ولما يفقروا في حاجة لازم يعملوا عكسها عشان هم يعني سوتهم من دماغهم ما بيسمعوش من حد فدي تعتبر أسهل طريقة أن هم بيعالجوا نفسيهم بنفسي تمام معنا شايماء من القاهرة علو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زيك يا شايماء لو سمحتم الحمد لله كويس إيه يا حبيبتي ممكن أقول على البرج التعجوزي آه تفضلي دي أكيد أفشتو برجه 12-10 12-10 مش بقولك أنا 22-10 22-10 طيب مجوزين بقلكو كتير يا شايماء سنتين سنتين طيب وإنتي سعيدة في حياتك أو الحمد لله طيب الحمد لله على كل حال ماشي الأخبار التوافق هي كم قالت 22-11 22-10 12-10 وهو 22-10 أوكي هو 22-10 هو ميزان عرب أوكي وهي 12-10 هو عاطفي أكتر منها معقولة هو ثالث أكتر منها بس زكي جدا أوكي لأنه هو اليوم اللي ما بين الميزان والعارب لكن هي ميزان 12-10 هي هي يابيض ياسود هي مشكلة بمقسة الميزان إن هي ما بتشوفش نفسها وهي بتتكلم فمش كل الناس بتتقبلوا منها طريقتها بتتفهم غلط أو الناس بتزعل من صراحتها بس هي كمان جريئة أوكي أوكي فطبعا بيبقى في فجوة ودايما لما بيكون لسه كنا بنقول من شوية بس بدري على الفجوة ده متجاوزين بقلهم سنتين والله ما لهاش علاقة أوه ما لهاش علاقة لما الست تبقى شخصيتها أقوى بيبقى في فرق يعني أكناها هي بتجري وهو ماشي بالروح طيب معنا زينب من القاهرة اسكندرية لو تسمحي يا حبيبتي آآ إزيك يا زينب عاملة إيه اسكندرية جميلة الحمد لله يا حبيبتي آآ طبعا طبعا يا حبيبتي عايز تسألي على إيه بنتي 26-2 وأنا 6-7 طيب ماشي يا حبيبتي شكرا يا زينب هي البنوتة 26-2 ومميتها 6-7 26-2 بنتها من 2013 والدنيا مش زبطة عندها أوكي مع البنوتة آآ وده لوجود 26-2 آآ 26-2 برج الحوت آآ آآ أوكي هي الحوت بس تاخد من الدل شوية بس الدنيا من 2013 مش زبطة عندها أوكي والمفترض أن الفترة ده هي أساسا يعني ابتدت الأمور تهدى عندها وفي حلول جديدة في حياتها بس بقول لها أن في حد في حياتها حد برج ناري في حياتها هو اللي أدا موحش عليها الفترة اللي فاتت وهو مازال موجود آآ طيب معنا دعاء من القاهرة آآ آآ إزايك يا دعاء عاملة إيه؟ الحمد لله الحمد لله برجك إيه يا دعاء؟ آآ آآ ده إيه بقى؟ آآ في عندهم انفصال آآ لأن هي برج ناري وهو آآ هي 21 سبعة هوا برج ناري هي برج ناري وهو برج العقرب آآ هي ناري والعقرب ايه ترابي ولا هوايي؟ العقرب مائي مائي؟ ناري ومائي؟ هي و هي بتقول إن هي 21 سبعة مش بتلك جزن أو عقرب آآ بتلك ميزان أو عرب آآ بقدة تمسك حاجة ملموسة إن هي عشان طب انت تنسحيع في الفترة دي قبل ما تنفاصل تمسك عليه حاجات ولا عادي بقى يعني؟ بقول لها شكوكي كلها صح يا حبيبتي آآ ماشي آآ بص يعني انت ختمتي طبعا معنا زعلتيني على دعاء والله يسابي أنا عايزة كمان أقول حاجة إن إن شاء الله الأسبوع الجاي أوكي؟ آآ هقول للأبراغ كلها آآ يعني خلينا نقول إن أول أول ثلاث شهور عدوا من السنة آآ الربع الأولاني أوكي؟ فإن شاء الله الحلقة الجاية آآ هقول اللي هيحصل في الأبراغ كلها في الربع الثاني من السنة طيب ماشي بنشكرك يا سابي جدا نورتينا الحلقة دي آآ هنطلع فاصل ونرجع مع الفقرة اللي أنا شخصيا بحبها فقرة الشيف حسن موسيقى 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 موسيقى